بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي طلاب قسم الأحياء كلية العلوم جامعة الملك خالد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة سأدني نحن نتكلم في مقرر الحبليات كورداتا ونتكلم على طائفة الطيور يبقى عندنا فايلام كورداتا للحبليات وصفايلام الفيرتبراتا للفقريات وصبر كلاس فوق طائفة الجنسيستوماتا للفكيات ومجموعة الرهليات أمنية لها غشاء بيحيد بالجنين الكلاس اللي هو الأولاني في الرهليات اللي هو الثاني اللي هو الآيبس للطيور سبكلاس نيورينثيز اللي هو طول الحديثة أرضى ربط الكلومبي فورمس أو الحماميات المثال بتاعنا كلومبي كلومبا لوفيا دومستيكا كلومبا لوفيا دومستيكا اللي هي طبعا الحمام المنزلية أو الدومستيك بيج نشأت منين الطيور؟ نشأت من الزواحف كبه احنا قلنا أسماك أسماك هتدي البرميات لكن قبل ما تدي بتدي الزواحف أو قبل ما تدي الزواحف هتدي الأول البرميات يبقى أسماك برميات وبعد كده زواحف الزواحف تتطهر تدي أكثر منها تديك الطيور فهي نشأت من الطيور وبالتالي كان فيه الطائر اللي هو الأركوبيتريكس اللي هو الزمان الطائر اللي كان بيطير وكان ليه أسنان زي وزي الزواحف واحتفظت ببعض طبعا إيه صفاتها طبعا انطيور ويه الثليات دول ما بعض من الزواحف الزواحف اللي هي زواحف الدم البارد زيها زي البرميات وزي الأسماك فده هوموثيرميك يعني من زواحف الدم الحار اللي جسمها درجة حرطه هتتراوح ما بين 42 و 45 درجة موية جسمها درجة حرطه سبتة الصفات العامة للطيور اللي هو general characters of birdies أول حاجة جميع الطيور والطيور فقط يغطي جسمها طبعا بإيه اللي يميزها بالريش اللي هو بساعد في عملية الطيران لتدعيم جسمها أثناء الطيران والمحافظة طبعا على درجة حرارة الجسم يبقى أنا بيساعد جسمها بيساعد في الطيران وفي نفس الوقت بيحافظ على درجة حرارة الجسم وقلنا أن درجة حرارة الجسم سبتة وفي العادة يقع الريش القديم ويتكون مكانه طبعا ريش إيه؟ جديد يعني بتجدد في نفس طبعا المكان وذلك على فترات وعادة طبعا تحدث بعد موسم التزاوج الأطراف الأمامية متحورة طبعا متحورة تدي إيه؟ تدي أجناحة عشان سأل في عملية الطيران وهي متطورة جدا في حالة الطيور طبعا التي تطير تكون الأجناحة ما في الطيور لا تطير زي النعم مثلا فالأجناحة تبقى متطورة طبعا في الطيور بتطير زي الحمامة وتكون الأجناحة مزودة طبعا بريش إيه؟ كبير طبعا اللي ما بتطيرش هيبقى الريش صغير الأطراف الخلفية أطراف عادية متحورة لأجناحة لها أربع أصابع أطراف الخامس ببقى مختفي تنتهي جميعها بمخلب قراني والأجزاء العليا من الأطراف مغطاة بريش طيب الأجزاء السفلة منه ما عندهاش ريش لكن عندها قشور قرانية هورنس كيلز اللي تشبه الزواح بشان كده قلنا أنها ممكن تكون ناشئة من الزواح النقطة اللي بعد كده الغدد الجلدية جلانز قلنا مثلا في البرمئيات كان عندنا الغدد السامة والغدد المخطية هنا ما فيش غير غدد إيه اسمه الغدد الزيتية والجلاند وتتكون من فصيني يوجدها على السطح الظاهري عند قاعدة الزيت وهذه تفرز مادة زيتية لغدد الزيتية التي ترهن الطيور بها ريشها خاصة طيور المائية علشان إيه؟ تحمي الريش من البلل علشان مجرد بس ما تتهزي كده تنزل المائي من عليها ما تسبب لها مشكلة كما تعطل لكل طائر رائحة خاصة مميزة كما تفرز مادة برضو مهمة جدا يا مادة الإيرجسترول الإيرجسترول دي زي اللي موجودة في جلدنا برضو ودي نتيجة التعرض للشمس بتتحول طبعا برضو لفيتامين دال اللي بيبتلعه الطائر أثناء تنظيف لريشه ليوجد أسنان طبعا دي أسنان دي طيور حديثة لاجد بها أسنان زي طائر الأركوبيتريكس الأديم المنقرد في جميع طيور الحديثة طبعا والفكوك تتحور إلى إلى البيك أو المنقر وتختار في المنقر طبعا وإشكالها لحسب طبيعة الطائر ومصدر غزائه تكون عريض مدبب أعظام الطيور خفيفة جنوطة برضو مهمة جدا الطائر الطيور دي بتطير وبالتالي لازم تكون الأعظام خفيفة وتحتوي على تجاوفها هوائية مما يساعد الطائر في عملية الطائر المعظم الأعظام تلتحم مع بعضها البعض يبقى أول حاجة فيها تجاوفها هوائية رقيقة وتلتحم مع بعضها البعض مثل عاصمة الجمجومة والعمود الفقري وفيه الأطراف الأمامية والأطراف الخلفية كلهم برضو فهم تحورات عن أطراف العادية علشان تقلل في الوزن علشان يساعد في عملية بالنسبة للجهاز الهضمي المريء موجود أعمل كده كده بدأ ما يبقى أمبوبة بدأ ينتفخ بالشكل ده شوية كده الجزء ده بيسموه الكروب أو بيسموه الحوصلة يبقى الحوصلة دي أو الكروب ده فيديتها أنا بتعمل عملية تخزين الطعام وطبعا ما عندهش أسنان وبالتالي يبقى لازم تصب عليه بعض الأفرازات بحيث أنها تعمله عملية ترطيب وتتميز المعدة نفسها بعد كده لما نوصل للمعدة هتلاقي المعدة فيه جزئين جزء صغير كده في البداية وجزء تاني كبير كده خالص اسمه الجزرد يبقى ده المعدة الهاضمة جزء الهاضم وده الجزء التاني القنصة أو سموه الجزر يبقى المعدة عبارة عن كم جزء جزءين جزء هاضم جزء أمامه جزء عضلي أو القنصة طبعا الطائر من ضمن الصفات أو السلوك الفطري أنه بيبدأ يبتلع بعض حبات الحصة الصغيرة الصغيرة علشان بيخزينها فيه جزء ده بحيث أنه لما يجي الجزء العضلية يتحرك يعمل عملية هضم للطعام أو عملية تفتيت الطعام بعد كده فيه مكان اتصال الأمعاء الغليزة بالأمعاء الغليزة الغليزة هيبقى جزء صغير كده هتلاقي فيه جزء كده بعد كده ده أدل الأمعاء الغليزة فيه جزء صغير اسمه الردوب المستقيمة ركتل ركتل ديفرتكلم أو الير سيكم أو الردوب المستقيم برضو صفة ثانية من الطيور يتم إنتاج الصوت في الطيور طبعا وعن طريق عضو خاص بسموع المحقن وده موجود طبعا مكان اتصال القصب الهوائية مع الشعيبتان الهوائتان يعد قد القصب الهوائية بالشكل ده كده هتلاقي في مكان ده أهو أدى شعوبتين هوائتين في المكان ده هتلاقي فيه المحقنة اللي بيطلع الصوت الشعوبتان هوائتين تتفرعا داخل كل الرائتين إلى شعيبات هوائية وتتصل على أكياس هوائية وتسع أزواج من الأكياس الهوائية وهذه الأكياس عادتا ما تتصل مع التجويف الهوائية الموجودة في العظام وبالتالي تبقى العظام ممتلئة بالهواء برضو والغني بالأخشوجي القلب عبارة عن أربع حجرات عكس الضفادة لهم خمس حجرات هنا فيه أذنين وفيه هنا بوطنين القلب خلاص يتقسم بقى فيه اتنين أذن واثنين بوطن ومقسمين تماما عن بعضهم مثلا فيه البرمياد كانت عامل كذلك كان بالشكل ده البرمياد كان عامل بالشكل ده كده فيه أزين وفيه بوطن لكن فيه أزين وأزين لكن فيه بوطن واحد تق Hause موضيك إنه أحصل ميكس الزواحد مثلا الزواحد وتطلقيه عامل القلب كده وتطلقيه فيه البوطن ده مقصوم بس مش كامل الانقسام يبقى ده مش منقسم خالص ده ما سوم شوية وبالتالي يحصل فيه ميكسة وهو برضو للبلد وهنا في الطيور بقى والسريات لا لا فيه فصل تام ما بين الجانب الايسر للقلب والجانب الايمن للقلب وبالتالي زي ما بنقوله دايما القلب عبرها عن مضخة مزدوجة في الطيور وفي الثريات نوتة تانية اللي هو الصمام البطيني الايمن حبارة عن ثانية عضلية في القوس في القوس القوس الاورطة الموجود ده موجود بس الايمن يعني هنا بيطلق واحد كده واحد كده اللي احنا عندنا واحد بس اللي هو القوس الاورطي الايمن في الحيوان البارغ وبالتالي يقولك ايه ان الدفاضع السوري اللي هو دفاضع فيها الاثنين ايمن وايسر لكن انا بقوله على الزواحف الزواحف برضو فيها القوس الاورطي الايمن وطيور الوقت فيها القوس الاورطي الايمن القوس الاورطي الايمن يعني بقولك ان الطيور بتلف ناحية اليمين لما تيجي تبص على بالنسبة كده القوس الاورطة هتلاقيه بيلف يمين في الثاليات احنا عندنا في الانسان هتلاقيه بيلف ايه عن ناحية اليسر الاعضاء الشمية اللي بعد كده عادة تكون مختزلة ونصفة الكرة المخية برضو موجودين والفاصين البصريين دول وكبيرين شويه ومسؤولين عن ايه حسية البصري ل kadar الفص البصري دا كبيره ليه اللاي ان هي خلاس مش هتبص مش هت مش هتعتمد على حسة الشم هي هتعتمد أكتر على حسة الرؤية وطبعاً تعرفين أن فيه الطيور بتبقى نظرها زي السقر والجنام ده نظر حد شرب وبالتالي فعلاً الفصين البصريين هيبقوا فيه كبيرين حيث أنهم مسؤولون عن حسة البصر الحد في الطيور الكلية الموجودة تتكون من ثلاث فصوص جزء عامل كده والجزء اللي تحتيه كده والجزء اللي تحتيه برضو كده هي نفس اللي مين والإيه والشمال بالشكل ده لا توجد مسانة بولية زي الموجودة في السلاك بعد كده والمواطر اللي خرجها تكون شبه صلبة فيش مسانة والميبض وقناة البيض برضو موجودين في الجانب الأيمن عادةً يبقوا إيه ضمرين طيب يبقى أنا عندك واحدة قناة بيض واحدة ما فيش فيه حتى في القناة الميزة ما فيش فيها جول بلدر القوس الأيمن اللي هو الأورة الأيمن بيلف النحية اليومنى بعد آخر نقطة بقى بنكلم عليها في شفات العمل الطيور اللي هي الطيور جميعها بيوضة أوفي بارس يعني تضع البيض والبوضات كبيرة الحجم وتحتوي على كمية كبيرة من المح المادة الغذائية طبعاً ليه؟ لأنها تنمو خارج الأجنة تنمو خارج جسم الطائر فلازم يبقى مدعم بالمادة الغذائية لساعد على نموه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة